ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زيد بن رشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الوزري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجينيف حيث تم عرض كلمة مسجلة لسعادة الوزير في مبنى المنظمة احتفاء بافتتاح المؤتمر نقل خلالها تحيات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بجهود المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور ناقوزي أوكونغو إيوالا مشددا على أهمية النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف ودعم مملكة البحرين له وما له من دور في الخروج من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد العالمي مثمنا الدور المحوري والهام لمنظمة التجارة العالمية في هذا الجانب وأضف سعادته أن مملكة البحرين ترحب بالمناقشات المتعلقة بمجال التجارة الألكترونية والاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشرط مسبق لخلق بيئة تجارية مفتوحة وعادلة في ظل الاعتراف بالتجارة الشاملة من خلال منظمة التجارة العالمية كمحفز للنمو الاقتصادي والحد من الفقر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة المصاحبة لها كما أكد على أهمية عدم وضع معوقات أمام انتقال السلع الغذائية في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمية منوها في هذا السياق بأن مملكة البحرين تجدد دعمها الثابت للدول العربية التي تتفاوض حاليا بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وقد شجعها ذلك التقدم الذي تم إحرازه في مجالها حتى الآن وفي نفس السياق تكرر مملكة البحرين دعمها لمنح صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية لجامعة الدول العربية بعدها تمت مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع ترجمة نانسي قنقر